ما الفنون الرئيسية التي توجد في اللغة العربية؟ بمعنى آخر، ما المهارات العامة في اللغة العربية؟ تشمل اللغة العربية مجموعة من المهارات والفنون العامة تتمثل فيه أولاً فن الاستماع أو مهارة الاستماع وهي مهارة استقبال لغوي تعد أولى مهارات اللغة العربية التي يمارسها الإنسان منذ أن يولد فنحن نمارس هذه المهارة منذ لحظة الميلاد هناك كذلك مهارة التحدث وهي مهارة إرسال لغوي يبدأ الإنسان في ممارستها للتعبير عن حاجاته وقضاء مصالحه هناك كذلك مهارة القراءة وهي مهارة استقبال لغوي يبدأ الإنسان في تعلمها وممارستها منذ أن يلتحق بالمرحلة الابتدائية هناك أيضاً مهارة الكتابة أو فن الكتابة وهي مهارة إرسال لغوي يبدأ الإنسان في تعلمها وممارستها منذ دخوله المدرسة الابتدائي إذن بشكل عام تشمل اللغة العربية مهارات عامة كبرى تشمل هذه المهارات مهارة الاستماع مهارة التحدث مهارة القراءة مهارة الكتابة طب هل هناك مستويات للغة العربية؟ نعم فاللغة العربية نظام يتكون من أربع نظم فرعية كل منها يشكل مستوى تركيبه للغة العربية تشمل هذه المستويات ما يلي أولاً مستوى الأصوات هو أول مستويات اللغة العربية ويتكون من أصوات الحروف المختلفة ثانياً مستوى الكلمات وهو ثاني مستويات اللغة العربية وفيه تتجمع أصوات اللغة معاً من خلال قواعد محددة لتكوين وتشكيل كلمات جديدة هناك كذلك مستوى الجمل هو ثالث مستويات اللغة العربية في هذا المستوى تتجمع الكلمات مع بعضها البعض وفق نظام محدد لتكوين جمل اسمية أو فعلية تعبر عن المعاني المطلوبة هناك أيضاً مستوى النص وهو رابع مستويات اللغة في هذا المستوى تتكون وتتشكل النصوص من مجموعة من الجمل حسب قواعد محددة يمكن أن نفرق بها بين خصائص النص النسري وخصائص النص الشعري وبين نوع النص من حيث كونه مقالاً أو رواية أو قصة أو سواها من أشكال النصوص المختلفة إذن في اللغة مستويات أربعة تشمل مستوى الأصوات تتجمع الأصوات معاً لتعطينا المستوى الثاني في اللغة وهو مستوى الكلمات تتجمع الكلمات معاً وفق قواعد محددة لتعطينا المستوى الثالث في اللغة وهو مستوى الجمل تتجمع الجمل معا وفق شروط وخصائص محددة لتعطينا المستوى الرابع في اللغة وهو مستوى النص